موسيقى السلام عليكم معكم مجدا من قناة كروشي باي مجدا مرحبا يكون معي فيديو جديد الفيديو ديال اليوم ديال هاد الموسيقى فهدول كيجي على شكل وريقة كيجي رائع راقي وزوين فانتمنى انكم بتبعوا معي الفيديو تلاخر سهل بزاف اللول كيبغي شفية دليل ديتاي شفية الحساب ومن بعد رغي يجيكم سهل بزاف 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 راقي وزوين ممكن تزينوا باحجار ولا باعقيق بحلقة تخلي وغيها كانت هاد الموسيقى هاد الموسيقى تقدروا تشكلوا بزاف منهم دينوا بوقفات نطولة جلبات فانتمنى ان الفيديو نعجب ديالكم الناس لماذا لا تشاركوا معكم في القناة لا تنسوش انكم تنضمونا بالتوقت على زيال الاشتراك الاحمر لكن انا اسفل الفيديو ندوز وده نشوفو الخدمة ديالنا بالنسبة لهاد الموسيقى هاد الموسيقى انا خدمتهم بالحرار المبرون غنحتاج كل شي 0.60 مليمتر اللي هو رقم 12 ونبدأ اول حاجة غنحتاج ونديروها هي الدائرة السحرية يعني ما كان خدموش بعقدة البداية في اللول كنخلي وديما خيط واحد المسافة مناسبة باش مني نبغون فينيوها بالبراء ما ننوحلوش معاو وما يعدبناش فاول حاجة غندير هاي الدائرة السحرية كيما كتشوفو كنضور الحرير ديالي والخيط ديالي على شكل ايكس كندخل الكروشيت تحت الخيط اللول وكنجر الخيط الثاني هالدائرة السحرية ردي جدرتها معاكم مش حال من عامل كنخدموه به اولا كنبداوها بالدائرة السحرية كندير دابة سيلسيلة باتشكل ونخرج سبعي بحلقة هاد الحلقة هادي كنبقى محافظة عليها في الدور اللول يعني الدور اللول كنخدموها هاد الحلقة بحلقة ما كنزيروها متى حاجة الدور اللول عبارة عن جوج ديال اعمضة العمود اللول عبارة عن سلاسد الارتفاع واحد جوج ثلاثة السلاسل الارتفاع العمود التاني لاحظو معاين فان خلددرك ندخل الكروشي وسط هاد دائرة بالحلقة هاد ключ ديال الأعمضة غنضيف ثلاثة ديال السلاسل واحد جوج ثلاثة ونعود نخدم تاني فنفس الحلقين في نفس الدائرة جوج ديال الأعمضة هادوك ثلاثة السلاسل الأرتفاع اللولين اللي كندرت كان اعتبروهم عمود ضفت حداهم العمود التاني 0.45 0.45 0.45 بعد ما زينا الدائرة السحرية نحصل على هذا الشكل هذا جدي الأعمدة ثلاثة ثلاثة جدي الأعمدة سنقوم بالدور الثاني الدور الثاني أول حاجة سنقوم بها هو أنني سنقلب العمل ديالي بهذا الشكل سنذهب لاحظوا معي في الخدمة ديالي واقفة واقف الكروشي هنا يفوق أول عمود وسنذهب تحت السلاسل فاصل بين هذه البلاسة biteّا السلاسل العمود ثاني سنقوم قوم بخدمها وسنكررها من غرزة المنزة والتجاكل على عمود وسنرث الأمر يجب법 تحتاج شخص ل Pine called وسنقوم بفوق ما السلاسل محكمة و ننقضها المضفر كذلك هي غرزة منصرقة تدرتها فوق العمود عملت على هذه السلاسل ونخدم فيهم غرزة حشو نضيف سلاسل الارتفاع واحد جوش ثلاثة باعتبارهم عمود نضيف العمود الثاني يعني جوش ديل الأعميدة نضيف ثلاثة ديل السلاسل واحد جوش ثلاثة نعود نضيف عمود آخر علينا nadzieję أن نضيف مرة أخرى ثلاثة ديالسل جوج ثلاثة. وغنخدم دباجو جدي الاعميدة. ضحتو كما اكتلكم ندخلكو في هاد الفراغ هذا ولا هاد المعبينا هاد. نخدم دباجو جدي الاميدة العمود اللول. ثم العامود التاني بهاد الشكل هكا. يعني هال دور هاد نعبدو الراجعه باش مكون. مكون عند من جوج دي الاعميدة تلاسة السلاسل العمود تلاسة السلاسل جوج دي الاعميدة. يعني بطبيعة الحال العملي لي. وكي ما درنا في الدور اللي قبل انا بغن نعمل في هذا السلاسل. ولاحظوا الكروشي في نواقف بيناتهم بين هاد البلاصة اللي فيها الكروشي. والسلاسل قين عمود. هو ذاك العمود الثاني. غندوز فوق منه بغرزة المونزلقة. حيث هي اصغر غرزة كما قلنا. هي الغرزة اللي ما كتبه. هنش لاحظوا معايا. اره في الادوار القديمة ما غنبخاش نشرح مزيان هاد ديتا هادا. هادا ندوز بالزربة. عاد غندوز دبل هاد السلاسل هادويني تحت السلاسل فيك ندخل الكروشي. كما قدرنا في الدور اللي والو غنخدم فيه غرزة حشو. بهات شكل هادا. لاحظوا معايا. غنرتفع دابة مرة اخرى بتلسة ديتا السلاسل الارتفاع. ديما الارتفاع كيكون عندي بتلسة السلاسل حيث ولي كيعوض العمود. وهاد تلسة السلاسل الارتفاع كن اعتبرهم عمود اول. فهاد دور هادا خسني نخدم جوجد الاعمدة هاد العمود الاول اللي عبارة عن تلسة السلاسل. نعود نضيف تاني عمود اخر. لاحظوا معايا. ندخل الكروشي في ذاك الفراغ اللي مكوني لندوك ثلاثة ديال السلاسل. بهات شكل جوجد الاعمدة. غن ضيف ثلاثة ديال السلاسل. واحد جوج ثلاثة. وفي نفس الفراغ يعني في هذا نفس الفراغ الفراغ اللول. نخدم فيه كذلك جوجد الاعمدة. العمود اللول. والعمود الثاني. بحلقة. من بعد غن ضيفت خمسة ديال السلاسل. وعد ندوك للفراغ اللي من وراه يعني هاد العوينة هادي. واحد جوج ثلاثة. اربعة. خمسة. خمسة ديال السلاسل. دبا غن ضيفت للفراغ اللي تابعين هاد العوينة هادي. نفس الخدمة اللي درت فيها. اللي درت في هاد اللول. تلاحظوا عندي جوج فراغات. عندي اللول والتاني. هاد الخدمة اللي درت هنا. غن عودها هنا. يعني غن ضيفت جوج ديال اعمدة. ثلاثة السلاسل جوج ديال اعمدة. نحنوا معايا. ندير العمود اللول. العمود الثاني. يعني جوج ديال اعمدة. ثلاثة ديال السلاسل واحد جوج ثلاثة. ومره اخرى في نفس الفراغ جوج ديال اعمدة. يعني لاحظوا. قد حصلوا على هاد شكل هادا. هادا هو الدور الثالث. الدور الرابحة هو في شوية الحساب. ونفس الشيء قد قلبوا العمل. وغندوزوا العمود الثاني ندير فيه غرزة المنزلقة. عاد ندوز لدوك السلاسل نخدم فيهم غرزة حشو. هلاكا. عاد ندوز دابل تحت السلاسل. لاحظوا معايا قندخل كل شي تحت السلاسل. نخدم فيهم غرزة حشو به هاد شكل هادا. نرى تافح بتلسة السلاسل ارتفاع نفس الخدمة كتبقى التعاود معانا. نعاود نضيف عمود تاني حيث بغيت يكون عندي هنا جوج ديال الاعمدة. العمود اللول هو عبارة عن تلسة السلاسل ارتفاع. وهذا العمود التاني اللي احداه. غنضيف تلسة ديال السلاسل واحد جوج ثلاثة. ونفس البلاسة يعني نفس الفراغ هادا. غنخدم فيه جوج ديال اعمدة اخرين لعمود اللول. ثم العمود التاني به هاد شكل هكا. نضيف خمسة ديال السلاسل. نضيف خمسة ديال السلاسل. واحد جوج ثلاثة. اربعة. خمسة. خين غامشي دا بغامشي لهاد خمسة السلاسل ادني لتحت. يعني هاد الفراغ وستاني. هادا. هنا. كندخل كروشي تحت هاد الفراغ. وغنخدم غرزة حشو. المرة ما عنديش عمود عندي غرزة حشو. غنطفع بتلسة ديال السلاسل واحد جوج ثلاثة. ردو لبن الحساب مزيان. وغنخدم في نفس البلاسة. نحطو معايا في نفس الفراغ ونفس البلاسة. غرزة حشو مرة اخرى. باتشكل هادا. كتكون لنا واحد العوينة صغيرة فوق منها. اللي هي هادة. مكونة من دوك ثلاثة السلاسل. نعود نفس العملية اللي درت في هاد الشيء كنعودها هنا. يعني غندير خمسة ديال السلاسل. واحد جوج ثلاثة. اربعة خمسة. عاد كنمشي للفراغ اللي تابعيني هاد الفراغ هذا. لاحظوا معايا هنا. نخدم فيه جوج ديال الاعميدة. ثلاثة السلاسل جوج ديال اعميدة. يعني نفس الخدمة اللي كنا كنديره. هنخدم هوم. جوج ديال ثلاثة السلاسل جديد الأعمدة ونتلاقاوا في الضور اللي تابعوا ما سيدي هذا الضور حصلنا على هذا الشكل هذا طبيعة الحال نقل بالعمل دي يعني وكما ديما أنا خاصني الخدم في هذوك السلاسل وبينتهم كين ذاك العمود يعني غندير غرزة حشو أو لا غرزة منظلقة عفوا نحيط هي أصغر غرزة وهم كتبان شعاد غنمشي للسلاسل ونشد فيهم بغرزة حشو ندير دابا ثلاثة السلاسل لارتفاع باعتبارهم عمود نعود نضيف العمود الثاني نحن دائما نخدم في الفراغ للأول بحركة يعني جوج دي الأعمدة نضيف ثلاثة دي السلاسل واحد جوج ثلاثة ونفس الفراغ نفس الفراغ نخدم فيه مرة أخرى جوج دي الأعمدة أخرين يعني ذاك شي نخدمه في الجن براكيب قديمة ذاك شي لبداية دي الدور كانت تعمده على ديما هي جوج دي الأعمدة ثلاثة سلاسل جوج دي الأعمدة بهذا الشكل هذا هنا دبا فين غايكون الاختلاف غا نخدم خمسة دي السلاسل واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة لاحظوا معين بعد مدت هذوك السلاسل فين غا نشي غا نشي هنا هذي العوينة هذي اللي كونت ناديك ثلاثة دي السلاسل غا نخدم فيها خمسة دي الأعمدة ما كندير تحاجة بين العمود العمود يعني ما كندير لا سلسلة لا حتى حاجة كنخدم مباشرة خمسة دي الأعمدة لاحظوك ندخل الكروشي في هذي اللي عوينة هذي فضل فراغ تحت دوك ثلاثة دي السلاسل ونخدم خمسة دي الأعمدة العمود اللول هو هذا ونضيف ثاني العمود ثاني العمود ثالث غا نستعمر حتى ندير خمسة دي الأعمدة من بعد ما درت خمسة دي الأعمدة نفس الشي اللي كانت خدمت هنا غا نعود نخدمه هنا ندير ثاني السلاسل واحد جوج ثلاثة ربعة كمشي لهذا البلاسة هذي هذي الفراغ هذا نخدم فيه جوج دي الأعمدة ثلاثة السلاسل جوج دي الأعمدة هذي الحاشية هذي اللي كتكون عندنا في الجناب وللخدمة اللي كتكون عندنا في الجناب يعني جوج دي الأعمدة ثلاثة السلاسل جوج دي الأعمدة كنبقوا نعودوها ديمة يعني الخدمة كاملة ولا الوريقة ديرنا كاملة غنخدموها بهذا الشكل هكا في الجناب من اليمين ومن الياسار كنصدو بهذا الحاشية هادي الطبيعة للحال كنقلبو العمل بحال ديمة العمود الثاني كنمشي وليه كنخدم فيه غرزة المنزلقة بما انها اصغر غرزة وما كتبانش نضيف العمود الثاني ثلاثة ديال السلاسل وفي نفس الفراغ جوج ديال العمود الاول ثم العمود الثاني بهذا الشكل هادا نضيف ثلاثة ديال السلاسل فقط 1 جوج 3 ردو البال هنا مزيان هنذا بقى انا بغيت نخدم خمسة ديال الدوبل بريد ردو البال مزيان خمسة دوب البريد يعني خمسة عمود بلفتين فوق هاد الاعميدة فوق كل عمود كندير عمود بلفتين وبطبيعة الحال بيناتهم غنجي جوج ديال السلاسل ردو البال مزيان عمود بلفتين كندير كلف الخيط على الكروشي جوج من الراس نمشي العمود الأول و نخدم فوق منه دوب البريد بهذا الشكل هذا في الدور الأول كنا نضيره بين العمود و العمود التاحة يعني ما نضيره لا سلسل الول هنا العكس نضيره و دوك الجوج دي السلسل عاد نمشي ثاني نعود نضير لفتين على الكروشي و العمود الثاني نخدم فوق منه دوب البريد يعني عمود بلفتين و نستمره بهذا الشكل هذا هنا في التاحة عندي خمسة دي الأعمدة هنا هنجوني خمسة ديالي دوب البريد طبيعة الحال بيناتهم جوج دي السلسل دوك جوج دي السلسل مهمين بزاف بالنسبة للدور القادم حيث غنخدمو عليهم يعني ما ننساوهمش نستمر بهذا الشكل هذا جوج دي السلسل دوب البريد و المشيل هنمنينسا لهم غندير ثلاثة ديال السلسل و نصد دور ديالي يعني هاد الخدمة هادي كنعودها يعني نفس الشي اللي انا درت هنا غنعودوه هنا داب الخدمة رانفوما و تلقاوه باش نخدموه الدور الثاني داب طبيعة الحال باش نبدأ دور جديد يعني غنقلب العمل ديالي غنمشي العمود الثاني نشد فيه بغرزة المنزلقة نفس الخدمة را كان بقاوه نعودها يعني لاجيتكم زر بسيك في انكم تركزوا في اللول ديال فيديو كيف اشرحت ديكم لذاك الفراغ كنديرو فيه غرزة حاش و كرتا فيه بثلاثة ديال السلسل هاد الشكل هادا ندير العمود الثاني ثلاثة ديال السلسل واحد جوج ثلاثة و في نفس الفراغ جوج ديال اعميدة هاد الحاشي هادي را كتبقى مستمرة معانا على طول الخدمة ديالنا يعني ما كان بدلوهاش بقاوه ديما نديرو هاد جوج ديال اعميدة ثلاثة ديال السلسل جوج ديال اعميدة بعد مدرناهم غندير ثلاثة ديال السلسل فقط واحد جوج ثلاثة بهات الشكل هادا و غنمشي نخدم اعميدة ما كاندير لا سلسل لوالو انما فوق كل دوب البريد كاندير عمود واحد و هاد الفراغ هادا يعني هاد جوج ديال اعميدة اردو البان مزيان هاد القاضية يعني كامشي لفوق الدبل البريد غنخدم عمود عادي يعني عمود بلفا بريد هاد شكله نمشي له هاد الفراغ هادا اللي كي جينابين الدبل البريد دبل بريد يعني تاح تدوك جوج ديال اعميدة ما كاندير لا سلسلة لاحطة حاجة ندير جوج الامضة مباشرة العمود الأول ثم العمود الثاني نمشي تاني للدوب البريد نخدم فيه عمود بهذا الشكل مرة أخرى الفراغ الموالي أو اللحدة يعني لديكم جديد سلاسل نخدم تحت منهم جوج ديال العمود الثاني نستمر بهذا الطريقة بحلقة شكلها كنديرو عمود جوج الامضة نعمر فوق هادو كلهم كنوصلوه هنا كنديرو ثلاثة سلاسل ونصدو ونضع مباشرة الدور ونعمر من ثلاثة سلاسل مسلي الصدور واتقال هادو ما كان سليطة الدور ديانان بحال هكا كم مدرة استداء السلاسل ونصد نفس الخدمه الي كان فتحو بها بحال هاتو الشكل ويريد نزل وشكل هكا الدور بعد نضبه هدو وكتبان بالنسبة للدور المقبل كما يقلب من سلام ديانان كما كتلكم سليطة هذا الخدمة اللي كنديرو را كنبقو ونعودوها ديمة لاني غنخدم غرصة موالزة وسأضيف لكي ارتفاع جميع العمودة ثلاث للاختباع يجب علي WHII أحضر السفر وهي من 이 طريق throws ثلاث. ثلاث Press 3 أول عمود نضا واستخدم ان نضeniz 3 الثلاثل وه livage 3 ويعطون معي قليلا النقطة هذا العمود Autism العمود القديم العمود الثاني نضيفه في هجف يعني إنه شخص 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 ونصدرع نضيف ثانية 3 الثلاثل ونقص واحد ونسخ committing الثلاثل ثلاث ثلاث الثلاثل نقل اطفل ثلاث الثلاثل قم استمر فاق واحد كنخدمو في غرزة حشو واحد ما كنخدمو فيه ولو وبطبيعة الحال كندير ذو ثلاث الثلاثل سنحضر فوق هاي الثلاثل يشكلون هاذا الأقواس وهذا ما كتشوفو بحال هاكة بعد ما ننصر فوق هاي الثلاثل نفس الخدمة كندرت على اليمن نعود نديرها اليسور يعني ثلاث الثلاثل ومشي لهذا الفراغ هذا نعمر فيه ثلاثة 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 كنحصل على هاد الشكل مني كنسليو هاد الدور كيما قتشوفوا عندي هاد السنينة هاد و هاد الأقواس هادو بهاد الشكل هادا دبا بطبيعة الحال نقلب العمل ديالي نفس الخدمة لي ملفة كان بدا بيها هي اللي غا ندير عادنا رجع نوريكم كيفاش نكملو باش ما يجيناش فيديو طويل لين نفس الشارح لي كندير هناي غا نعود نديرو بعد ما خدمت هاد الحاشية لي ملفة كان خدم ديما دبا غا ندير خمسة ديال السلاسل ما بقناش غا نديرو ثلاثة عنو بلي نديرو خمسة هادو ثلاثة اربعة خمسة وفين غا نمشي غا نمشي الأول قوس يعني تحدوك السلاسل إذا بدناه قلقو هاد القوس هاد يعني هاد الفراغ لي تحدوك السلاسل ونشد فيه بغرزة حشو بهاد الشكل هادا من بعد غا ندير تلاثة هاد السلاسل واحد جوش ثلاثة قوس الموملي أو الفراغ الموالي نشد فيه طبيعة الحال بغرزة حشو في كل قوس حكما نضح بغرزة حشو لنفعل ثلاثة دقيقة نضغط ثلاثة دقيقة في الجو الأقليل ونضح في قوس المู่ بغرزة حشو نض scheduling ثلاثة دقيقة و . Vad возду Le Houston ثلاثة دير السلاسل والقوسة اللي يتابعوا مرة أخرى غرزة حجو ونقوم بإمكاني ندير نفس الخدمة اللي انا عودة نديرها هنا هنا دبا كما لاحظتها دورها درت فيه خمسات سلاسل يعني غان ندير دابا خمسات السلاسل ونصد بنفس الخدمة اللي مولفاك نصد بها هنا انا رأسالي سلاسل دور كما كتشوفوه سديس داك الدور اللي كتب ديت معاكم وقلبت العمل وبديد دور جديد نفس الخدمة اللي مولفاك نخدم فما بغيتش نصورها باش بلا ما بقاول نعاوده ما يكون شدنا تكرار هات الخدمة اللي مولفاك نخدم مرة انا عاودتها دابا غان ندير خمسة ديال السلاسل جوج ثلاثة ربعة خمسة وكنمشي بطبيعة الحال نفس الدور اللي درت المرة اللي فاتت او للدور اللي قبل كنعاوده كنمشي الأول قوس كنشد فيه بغرزة حشو بهذا الشكل كندير ثلاثة ديال السلاسل كنمشي تاني الاول قوس تابعو كنشد فيه بغرزة حشو بهذا الشكل هادا نعاود تاني ثلاثة ديال السلاسل قوس اللي تابعو اللي هو هذا نشد فيه كذلك بغرزة حشو وكنبقاوا مستمرين بنفس الطريقة واذا لاحتو ما حد ناخد دامين وهاد الاقواس كينقصو اذا لاحتو راشحام القوس كان عندي في الدور اللي والواحد جديد جوج 3 اربعة خمسة ستا الدور اللي منوره غلقوا غير واحد جوج 3 اربعة خمسة هادا دا بلي انا خداما فيه غلقا غير اربعة كان بقاو خدامين بنفس شكل نفس الطريقة يعني هاد الحشي هادي كتكون عندي في الجناب خمسة ديال السلاسل من هنا ومن هنا وهاد الوسط هذا كان بقاو نخدمه بنفس الطريقة هنبقاو خدامين حساس بقالينا غير قوس واحد نعاد نرجع نوريكم كيفاش غنصدو الوريقة ديالنا يعني دا بل خدمة راها سهلة غير كنديرو هاد الحشي هادي ولا هاد الجواني بهادو وهاد الوسط هذا رهباين يعني خدمة اللي سهله ونطلقاو من نساليو كان بقاو خدامين حنا كنتكملو والوريقة ديالنا غادو كتتجمع حتى غيبقى لنا قوس واحد عاد غنرجع نوريكم شنو غاديندير هنبقيت خدامه بنفس الطريقة كما شرحت ليكم شون، لاحظوا معاي بلي بقيت خدامة أولي نستمرين بنفس الخدمة نأخذ هذه الغرزة منزلقة بعد مدرة هذه الحاشية سنضغط 5 سلاسل نضغط 5 سلاسل نضغط 5 سلاسل نضغط 5 سلاسل نضغط 5 نطلق ترجمة ى نقوم بتعيش Giant اعجمت من nuestra عزية نضغط 5 سلاسل بعد أن المشيئ في الحشية كثيرة الحشية سواء فقط ثبثك ثلاثة ثلاثة فارتخبر نقوم بس differences نضيف غرزة المنزلقة فوق العمود الثاني باش انا ننتقل لك السلاسل نمشي السلاسل الخدم فيهم غرزة الحشو نرتافع بثلاثة ديال السلاسل باعتبارهم عمود نضيف العمود الثاني فقط هاد شي غندير وغندوز مباشرة لهذا الحشية الاخرى يعني الجيه الاخرى ما كان ديلا السلاسل لتا حاجة كمشي مباشرة الحشية الاخرى ونخدم تاني الجوج ديال الاعمدة هذا العمود الاول والعمود الثاني بحال هكا دابا غايب قلية غير نقطع الخيط كنقطع على واحد المسافة شوية مناسبة باش مني نبغين فينيه يجيني ساهل ما تعدبنيش مني نبغين فينيه سلسلة الفراغ ودابا غايب قلية الفينيسيون هاد ياليك تجيب هاد شكل رائع راقية وزوينة وممكن نخدمه بزاف منها ونشكلوم على شكل واضه نحطه مثلا وحدة هنا وحدة هنا وحدة هنا على شكل ثلاثة نقدر نديره هم اربعة وحدة من هاد الشي وحدة وحدة من هنا وحدة من هنا و الوسط نديرو شي حجيرات نقدره في هادي نيس بالضبط في الوسط نديرو حجارات يعني كين بزا فقر الافكار كيفاش ممكن انا نزينوها نقدروا نعتمدو لحجارة بحال هكا ليكونوا في نفس الشكل ديلها اوفالي تحطو هنا في الوسط مثلا نقدروا نديرو غير شميشة يعني نزينو اغي بشميشة بحال هكا يعني نتزين كي بقى اختياري نقدروا نخلي واحدة بحالكا كي يجي شكل ديلها رائع راقي نزينو بها جليل بعد قفيتنا تقدجي في الجلال بوف القفاتنا رائعة وزوينة فانتمنى انا الفيديو دياليومين الاعجاب ديالكم وديد دياليوم حتوى يعجبكم خليوا لي اكبر عدد اللايك لي كوموطاق ديالكم مهمين بالنسبة لي بزاف 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 كتشجعوني تحفزيني باش فاشدي ما كنشوف التفاعل ديالكم مع الفيديوهات كذلك لباختاش ديال الفيديو مهم بالنسبة لي هكا كتعمل فائدة وكتكبر القناة ديالنا ان شاء الله من هنا الفيديو الجاي كم بغن نقول لكم خليط لكم راحة البال واسلام عليكم